سؤالين كده أو خاطراتين أو فكرتين أو دردشتين أو أتفك معاكم بكلمتين سميها زي ما تسمي الأولى هي مسألة المعيار المعيار بتاع أي شيء في الدنيا يعني مثلاً مثلاً إذا افترضنا أنك أنت راجل بتتولى مسؤولية شركة هل وإنت بتتولى مسؤولية هذه الشركة هتجيب الناس الشطار ولا الناس اللي أنت بتحبهم هتجيب أو بالأدق هتستخدم معيار الكفاءة ولا المعيار بتاع بس أصل فلان ده كويس أصل فلان ده طيب تعرف حكاية طيب دي بالنسبة لي بتبقى غريبة جداً يعني الشغل ما فيهوش فلان طيب وفلان مش طيب يعني ده مش معناه أنه لما نيجي نختار حد دي بقى احنا بنختار واحد شرير عشان خاطر هو كف إطلاقاً يعني المسألة كلها متعلقة بأنه لو المعيار بتاعك فلان طيب سق إن الشركة ديها تنهار ليه؟ أحياناً الشغل بقدر ما إنه المدير لازم يبقى فيه شيء من الطيبة بس لازم يكون فيه حزم ده واحد اتنين وضوح تلاتة لازم يكون فيه عنده رؤية هتيجي تقولي والله صاحب الشركة أو رئيس مجلس إدارة الشركة أو العضو المنتدب للشركة هو الرجل الذي يضع رؤيته لهذا العمل أو للمنظومة صح بس هو عشان يحط رؤيته لازم يقعد مع المديرين حلو وكل واحد يقول اللي عنده ده بنسميه كده الامبوت بتاعه فنقعد ونشوف الرؤية بتاعة الرجل ده في الإدارة دي في القطاع ده في الجزء ده إلى أخير بجمع كل ده وابدأ أحط مجموعة من الأمور أرتبها فتخلق رؤية لهذه الشركة طيب ولازم أجيب ناس حازمة ده بالمناسبة ولازم أجيب ناس خطواتها وابحة ولازم أجيب ناس عارفة يعني إيه إن القرار قرار هيبقى سيف على رقبة الجميع ولازم أجيب ناس عارفة إنه هناك استثناء بس إمتى أعمل الاستثناء تأدير قيمة العمل تأدير للوقت وتأدير للمجهود وخبالك وفي النهاية خالص أنت ممكن تجيب ناس كتير لسه ما عندهاش خبرة بس دول ما هماش المديرين خالص دول الموظفين الجدد اللي أنت بتبني معاهم خبرتهم وخبرتك أنت كمان اللي بتكتسبها عن طريق إدارتهم علشان كده أنا لما باجي بابص حوالي فأقول مثلا على سبيل مثال في هذه الوزارة في هذه الهيئة في هذه المؤسسة إلى آخره يا ترى هل ترى إحنا وإحنا بنبصك ده المعيار هو الكفاءة فأعود أقول طي يا يوسف لو قلت قال معيار كفاءة هيقولك ده أنت بتجامل ولأ قلت لا المعيار مش كفاءة يبقى أنت رجل مفتري ومش شايف نص الكبان مليان أنا هقولك من وجهة نظري آه هو المعيار كفاءة ليه لأنه هاتلي حاجة واحدة بس حاجة واحدة بس ما هياش بيبذل فيها جهد حقيقي وبقدر هذا الجهد يبقى فيه عندي ناتج يعني على سبيل المثال يمكن باعتباري بتحرك على طرقات كتير بحكم الشغله ونمط حياتي وما إلى ذلك قولي إيه اللي في الطرق معمول مش صح مثلا يعني بلاش قولي إيه اللي في المنظومة مثلا بتاعتنا بتاعة الخبز وبطاقة التمويق إيه اللي ناقص بلاش تعال نبص حتى على سبيل المثال وإحنا بنشوف إزاي التركيبات بتاعة منظومة الصناعة يعني إيه تركيبات منظومة الصناعة إنت شايف الدولة بتتكلم إزاي على الصناعة هل الدولة بتتكلم على الصناعة بالمفهوم القديم لو يلا بينا نعمل مصنع ولا يلا بينا نعمل مجمع صناعي والمجمع الصناعي ده يا طرق هيشتغل على أي نوع من الصناعات الصناعة روافت كتير طيب ويا طرق يا هل طرق علشان أقدر أعمل المجمع الصناعي ده هل أنا مقام من المواد الخام طب الخبرات اللي هتشتغل من أصغر شاب هيبدأ عمله في مقتبل حياته ومقتبل عمره الوظيفي إلى المسؤول عن هذا المصنع أو هذه المنشأة أو هذا المجمع إلى آخره الرؤية بتاعت الدولة في الصناعة إنت شايف إن فيها مشكلة أنا بكلمك بأمانة أنا بقولك الكلام ده لي عشان فيه مناقشات كده حصلت خلال اليومين اللي فاتهم بنيهم مجموعة وبالمناسبة هم أصدقاء يعني مش مقابلات صدف يعني إنه الصناعة ولازم نهتم بالصناعة والدولة مش مهتمة بالصناعة فأنا عاد تتكلم من واقع مجموعة من الحقائق والأرقام إحنا كان عندنا كم مصنع وبقى عندنا كم مصنع إحنا حجم الإنتاج بتاعنا من المواد المصنعة كان قد إيه وبقى قد إيه طيب أنا صدرت بكم دولار أنا هنا بنسى الرقم المصري صدرت بكم دولار السنة اللي فاتت والسنة اللي قبلها وسنة اللي قبل قبلها وعلى مدار ثمان سنين فاتوا وهقارنها بالثمان سنين اللي قبلهم وهكذا يعني باخدها كده وكأنها قطعة أدي ثمان سنين طب الثمان سنين اللي قبلها والثمان سنين اللي قبل قبلها حجم تصديري قد إيه أنا دخلي عائدات قد إيه بالدولار طيب هتيجي تقولي ما ممكن تكون العائد بالدولار زيادة عشان خاطر الأسعار بتزيد طيب وإيه رأيك لو كمان الرقم الزائد هو الكم اللي أنا صدرته طيب وفتح أسواق جديدة طيب ودخلت السوق الأوروبي بأي نسب ودخلت في أنهي قطاعات إلخ 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 أنا دايما أحب في الحاجات دي لما أجي أضرب مثل دايما أضرب مثل بالمعايير الأوروبية لأنها المعايير الأعلى في العالم في كل حاجة عايز تصدر مكان يبقى أعلى معايير هتصدر أكل هيبقى يعني منتجات غذائية وحاصلات زر أعلى معايير هتصدر ملابس هتبقى أعلى معايير إلى آخره خد بالك مثلا وإحنا بنتكلم على عشان ذكرنا موضوع الملابس مسألة المجمعات الصناعية بعد الغزل والنسيج اللي معمولة في الروبيكي أو التطوير المهول اللي بيتعمل في قلعة النسيج المصرية في المحل وده منهور بالمناسبة إحنا عاملينه علشان يطلع منتج يروح أوروبا خد بالك من دي ده معناه إيه؟ معناه أن الرؤية اللي محطوطة هي أنه أنا لما باجي بأعمل مصنع أو بخش على إعادة هيكلة مكان ما أو منشأة ما أو صناعة معينة أو قطاع صناع صناعي محدد أنا بخش علشان أعمله بأعلى معايير أعمله بأعلى معايير عشان يطلع لي منتج بأعلى معايير ده يتطلب إيه؟ شكل التوظيف هو كمان هيتم بأعلى معايير طيب ده معنى إيه؟ إن أنا معياري الأول والأخير كفاءة غير كده عندي أجهزة رقبية هتبقى بصة شايف الفلوس اللي دخل هو الفلوس اللي خارجة وهنشوف الكفاءة بتاعت الناس ويغطر معدلات الإنتاجية عاملة إزاي؟ وكفاءة الإنتاج عاملة إزاي؟ الأخير على شم أعشف الفخ اللي وقعنا فيه 40-50 سنة قبل كده حاجات شغالة والسلام لكن بتجيب فلوس؟ ما كانتش بتجيب للأسف المنتج كفاءته قلت؟ للأسف جودته جودته تحديدا قلت يبقى معيار الكفاءة الفكرة التانية اللي بفكر فيها معاك لأنه بضق نفسه معنا ديش اللي تنايع شرم الشيخ وإحنا بنعمل المؤتمر وقمة طب أنت متصور يعني إيه مصر بتستضيف مؤتمر عالمي فيه كل زعماء وقادة العالم ده واحد ده معناه إيه؟ أو رد فعله إيه؟ إن احنا لما بديجي ننظم حاجة بهذا الحجم ده معناها معناها إن العالم شايفنا قد الحجم ده ده واحد اتنين العائد اللي على ده إيه؟ الناس دي لما بتيجي هم مش بس هيتكلموا على المتغيرات المناخية بالمصطلحات العلمية بتاعت متغيرات المناخ بس لا ده الناس دي بتتكلم على كيفية تطوير الصناعة فيه مصطلح كده ماشي في أوروبا اسمه الإنسان والأرض مش عارف إنت لاحظته أو لفت نظرك أو فهمه أو لا الإنسان والأرض علاقة الجنس البشري بهذا الكوكب إزاي الإنسان يقدر يحافظ على الأرض ده المختصر المفيد طب يحفظ على الأرض وفي نفس الوقت بيعظم موارده يحفظ على الأرض وفي نفس الوقت يقدر يخلق حياة فيها شيء من الرفاه ماشي؟ طيب هنتكلم في الحاجات دي قدام يمكن شويتين على مدار الحلقة وإحنا بندردش بس هذا المؤتمر بتاع شرم الشيخ نجاحه يساوي نجاحك المباشر أنت عزيزي المواطن وعزيزاتي المواطن نجاحنا أنت نجحت ما كاسبه كتير كتير وكتير قوي مش عايز أقولك زيادة عن اللزوم لأن إحنا اللزوم بتاعنا عالي ترجمة نانسي قنقر